نظم قسم التاريخ بجامعة باجي مختار عنابة بالتنصيق مع فرقة البحث يوما دراسيا بعنوان الإدارة والمجتمع في مدينة عنابة تمحور حول المصادر الأرشيفية والكتابات المحلية ومكانتها في كتابة تاريخ بونا ومنطقتها أدرجنا هذا اليوم من أجل أولا دراسة التاريخ المحلي للمدينة كذلك التعرف على أهم المصادر الأرشيفية والتاريخية التي من خلالها يمكن أن ندرس تاريخ المدينة ونثريه كذلك نفيد الباحثين والطلبة في دراساتهم الأكاديمية هذا اليوم الدراسي نركزه على دراسة تاريخ المنطقة في أواخر الحكم العثماني أي من منذ عهد صالح باي قسنطينا حتى الاحتلال الفرنسي نقشنا قضايا الوثائق كذلك قضايا قانون الغابات المتبق مقبل السلطة الفرنسية بالإضافة إلى المقاومين هذا ويطمح المنظمون أن يكون هذا اليوم الدراسي نواة أولى لبداية مجموعة من الدراسات وتمكين الطلبة من التعرف على أهم المخطوطات المحفوظة بقسم الأرشيف بهيبون ترجمة نانسي قنقر